لقي شخصان في الأربعينيات من العمر مسرعهما إثر تحطم طائرة إسرائيلية خفيفة في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة القدس بعد أن أقلعت من وسط البلاد وكانت متجهة جنوبا وذكرت التواقم الطبية أنها وصلت إلى المكان وشرعت بالبحث عن حطام الطائرة برفقة قوات من الشرطة ومساعدة عناصر من الجيش الإسرائيلي حيث عثرت على شخصين فاقدين للوعي وملقيان على الأرض إلى جانب حطام الطائرة التي اشتعلت فيها النيران إثر تحطمها